كشفت صحيفة The Wall Street Journal أن بغداد وواشنطن توصلت إلى اتفاق بشأن سحب مئات الجنود الأمريكيين والأجانب من العراق بحلول نهاية عام 2026 ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله إن قوة أمريكية صغيرة ستظل في العراق بصفة استشارية لتقديم الدعم اللوجستي للقوات الأمريكية المتمركزة في سوريا وذلك بموجب اتفاقية أمنية ثنائية جديدة بين العراق والولايات المتحدة اتفاق جديد بين العراق والولايات المتحدة من المتوقع أن يرى النور قريبا يقضي بانسحاب المئات من الجنود الأمريكيين والأجانب من العراق بحلول نهاية 2026 هذا ما كشفت عنه صحيفة Wall Street Journal التي نقلت عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله إنه سيتم الإعلان عن الاتفاق الأسبوع المقبل وبموجب الاتفاق ستبقى قوة أمريكية صغيرة بصفة استشارية في العراق لتقديم الدعم اللوجستي لقواتها المتمركزة في سوريا وبحسب المسؤول الأمريكي فإن المئات من جنود القوات الأمريكية والتحالف الدولي ضد داعش الذي تشكل عام 2014 سيغادرون العراق بحلول سبتمبر المقبل على أن يتبع ذلك سحب للقوات المتمركزة بمدينة أربيل في كردستان العراق بحلول نهاية عام 2026 وعلى الرغم من اكتمال الخطوط العريضة لخطط الانسحاب بحسب المسؤول الأمريكي فإن هناك بعض التفاصيل التي لا تزال بحاجة إلى تسوية خاصة مع الدول الأخرى في التحالف الدولي الذي تشكل بهدف مواجهات تنظيم داعش مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية فرهاد علاء الدين قال إن بلاده عملت مع الولايات المتحدة من خلال اللجنة العسكرية العليا على استكمال الاتفاقية التي من شأنها أن تنهي مهمة التحالف ضد داعش من جهتها نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول أمريكي قوله إنه سيتم بموجب الاتفاق الجديد بين بغداد وواشنطن استبدال التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ولفت إلى أن الجانبين يعملان كذلك على الانتقال إلى مرحلة إقامة علاقة ثنائية أوسع نطاقا تشمل قطاعات أخرى بالإضافة إلى الأمن والجيش وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن مساعد وزير الخارجي الأمريكي السابق لشؤون السياسية والعسكرية مارك كيميت ما مدى دقة التقارير التي تتحدث عن انسحاب مئة الجنود الأمريكيين والأجانب من العراق بحلول نهاية عام 2026 وهل تعتقد أن هناك عوامل قد تعرقل هذا الجدول الزمني الذي ذكرته صحيفة The Wall Street Journal نعم أولا بما أنه لم يكن هناك إعلان رسمي وأن هذه المعلومات تأتي من مصدر لا نعرفه ولا يمكننا أن نتأكد أن المعلومات دقيقة مئة بالمئة ولكن أعرف نانسي يوسف التي كتبت ما قالت The Wall Street Journal ولديها سمعة مهمة وبالتالي هناك ما يدفعني لأن أصدق أن ما تقوله غير دقيق أو ليس هناك ما يدعوني أن أقول أن هذا غير دقيق أتوقع أن يكون هناك إعلان عما قريب ولكن ما تقولونه في تقريركم يتماشى مع ما نفهمه وما تعرفه واشنطن وبغداد بمعنى ما تم التوصل إليه في الاتفاق فرها على الدين المستشار السياسي لرئيس الوزراء هو أيضا مصدر يمكن أن نعتمد عليه وبالتالي أتوقع أن تكون التفاصيل التي أشارتم إليها صحيحة علينا على أي حال أن ننتظر لنرى ما هي هذه التفاصيل وكذلك كيف سيتم متابعة هذا الاتفاق في حال حصل هذا الاتفاق وكانت التقرير دقيقة وأعلن رسميا عن هذا الموعد كيف ترى أستاذ كيميت من خلال تجربتك وخبرتك التأثير المحتمل لهذا الانسحاب على استقرار العراق والمنطقة بشكل عام هل يمكن أن يؤدي مثلا إلى فراغ أمني في العراق؟ لا أعتقد أن ذلك سيؤدي إلى فراغ أمني القوات الأمنية العراقية الآن تسيطر على ما تبقى من داعش كذلك كما أشرت في التقرير ستبقى بعض القوات الأمريكية لتقديم بعض المساعدات اللوجستية ونعرف أن القوات الأمريكية في العراق ليست مسؤولة عن توفير الأمن تركز على جمع المعلومات الاستخبارية والدعم الاستخباري ليس لدينا قوات أمريكية أو قوات تحالف تقوم بعمليات قتالية هذا يعني أن لا شبب لأن يكون هناك فراغ أمني لأن عدد القوات القتالية العراقية ستبقى كما هي عديد هذه القوات سيبقى كما هو وهذا يعني أن انسحاب هذه القوات لن يؤدي إلى فراغ أمني ليس هناك من تخوف من عودة التنظيمات الإرهابية ومثلا عدم قدرة الجيش والقوات العراقية على الإمساك بزمام الأمور أنا لا أخشى أن تكون قدرات القوات العراقية غير كافية في هذا المجال تذكر أن القوات الأمنية العراقية وأيضا جهاز مكافحة الإرهاب ووزارة الداخلية هم الذين تخلصوا من داعش من دون مثلا قوات أمريكية ودبابات أمريكية وقوات أخرى دولية القوات العراقية أظهرت أنها قادرة على محاربة داعش أكان التهديد كبيرا أو صغيرا أما في السنوات المقبلة فالأمر يعتمد على الضغط الذي سيواجه تنظيم داعش أيضا في سوريا لأنه بعد العام 2026 فالمهمة ستخاض من قبل أو من إربيل ما يقلقني أنا ربما هو ما سيحصل في سوريا لأن داعش قد يظهر من جديد في سوريا ولكن في العراق حتى الآن لا أرى أن هناك تهديد حقيقي وطالما أن القوات الأمنية العراقية تستمر في المحافظة على الضغط الذي نراه الآن على داعش فالأمور ستكون على ما يرى ما الذي يعنيه وفق التقرير الإبقاء على ما وصف بقوة أمريكية صغيرة في العراق بصفة استشارية لتقديم الدعم اللوجستي هذا قد يعني عدة أمور وربما يكون لدينا مضوح أكبر في الاتفاق هناك ضباط يعملون في السفارة الأمريكية يركزون على الدعم اللوجستي يتعاطون بالتمويل الأمريكي والتعاطي مع المتعاقدين لأن نعرف أن السفارة الأمريكية في العراق هي من الأكبر في العالم فهناك وحدة محددة هي جزء من الاتفاق الإطار الاستراتيجي بمعنى أن يكون هناك دعم لوجستي من داخل السفارة قد يلعب دورا أكبر ربما بعض القوات التي تبقى لدعم العمليات في سوريا ولكن أعتقد أن هاتين المهمتين ستستمران لأننا نتكلم عن عدد محدود من القوات التي ستبقى بصفة استشارية لوجستية بعد هذا الانسحاب أو من خلال هذا الانسحاب أستاذ كيميت ما هي الفوائد التي قد تجنيها واشنطن أو ما يخدم مصلحتها نعم أولا وقبل كل شيء من مصلحة واشنطن أن تبقى العلاقة قوية بين الحكومة العراقية وحكومة أمريكا وكذلك كل الشركاء ضمن التحالف هذا يظهر أن الحكومة العراقية ذات السيادة هي التي تقرر متى تحتاج إلى دعم عسكري متى تأتي قوات أجنبية ومتى تغادر علينا أن نحافظ على علاقتنا مع العراق عبر الاتفاق الإطار الذي يضم ليس فقط نواحي عسكرية بل أيضا دبلوماسية وتجارية واقتصادية وتربوية طبعا في اتفاق الإطار الاستراتيجي هناك جوانب كثيرة وهناك أيضا ركائز ستبقى حتى وإن غاب العنصر العسكري لذلك هذا يعني استمرار العلاقة مع الحكومة العراقية سريعا في دقيقتين ما هي هذه الركائز التي ستبقى في ظل تهديدات إقليمية مستمرة مثل النفوذ الإيراني مثلا أو حتى تأثير هذا الانسحاب على التحالف الدولي ضد داعش نعم أولا كما قلت الاتفاق الإطار الاستراتيجي يأتي بجوانب تربوية وتجارية واقتصادية وديبلوماسية كل ذلك سيستمر وسيكون في أساس العلاقة بين أمريكا والعراق أما فيما يتعلق بالتهديد الإيراني فأمريكا ليست في العراق لتوفر مواجهة أو دفاعا ضد إيران العلاقة بين الحكومة العراقية والحكومة الإيرانية تقرر بشأنها الحكومة العراقية أمريكا ليست قوة محتلة وليس العراق أو أيضا دولة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية ومستعمر لذلك علاقة العراق بإيران يعود للحكومة العراقية يمكننا أن نبدي قلقنا عبر سفارتنا وركن القرار العراقي مساعد وزير الخارجي الأمريكي السابق للشؤون السياسية والعسكرية الجنرال مارك كيميت شكرا على هذه المقابلة